لا يراد لهذه المحافظة أن تنام ولا أن تفرح قضت ليالي رمضان تحت القصف العشوائي على المنازل وشهدت أيام العيد قنص الأطفال فميليشيا الحوثي لم تدع لسكان تعز فرصة للعيش الآمن 16 طفلا بين شهيد وجريح خلال أيام العيد وفق إحصائية مكتب حقوق الإنسان بتعز الذي أكد على أن هذه الجرائم ارتكبتها ميليشيا الحوثي عبر قنصها وقصفها العشوائي على الأحياء المكتظة بسكان في الرابع من يونيو أي في أول أيام عيد الفطر قصفت الميليشيا قرية المسراخ بريف تعز وتسبب القصف باستشهاد طفلين بينما قامت بقتل أطفال حاولوا ممارسة تقوس العيد في المدينة حيث تم قنص الطفل عمري عقوب البالغ من العمر الثلاثة عشر في منطقة عصيفرة شمال تعز ولم تكت تمر ساعات على الجريمة الأولى حتى ارتكبت قناصة ميليشيا الحوثي المتمركزة في تبة السلال شرق تعز جريمة قتل الطفل محمد عماد عبد الجبار في الوقت الذي استشهدت فيه الطفلة بسم رزاز نتيجة إصابتها برصاص قناص حوثي غربي المدينة قصف المنازل وقنص الأطفال هواية مفضلة لدى الحوثي ينتقب بها من سكان المدينة الذين تحرروا منه لكنه يواصل حصاره على آخرين لا يزالون تحت سلطته كأبناء قرية المنقاف في مديرية صالة الذين تحاصرهم ميليشيا الحوثي وافق إشراق المقتر عضو اللجنة الوطنية للتحقيق بالانتهاكات لا يستطيعون النزوحة ولا ترك منازلهم خشية استهدافهم ترجمة نانسي قنقر